هذه السفينة اسمها باسيفيك زيركون هذه السفينة التي يمتلك رجل أعمال إسرائيلي اسمه إيدان عوفر ولكن هذه السفينة هي ضمن شركة بحرية اسمها شرق الأطلنطي التي عمليا تعمل في سنجابورة وهي عبارة عن حاملة نفط التي تم استهدافها على بعد 250 كم من سواحل عمان المصدر الأول الذي تحدث حول هذه المسألة كانت البحرية الأمريكية وتحديدا الجيش الخامس الذي تحدث عن أن هناك علم له بأنه وصلته رسالة استغاثة ليلة أمس بطبيعة الحال نتيجة الاعتداء على هذه حاملة النفط والتي أو ناقلة النفط التي عمليا تم استهدافها بدرون بمتفجرات موجودة على مصيرة بعد ذلك لم يكن هناك تواصل أكثر من ذلك مع البحرية الأمريكية تم الاتصال مع شركة زينكابورة ولكن عمليا لم ترد على الاتصالات ولم يتم معرفة ما الذي حدث هذه الشركة تحمل علم ليبيريا وهي إحدى الدول الأفريقية في كل الأحوال المصدر العسكري الإسرائيلي الوحيد الذي تحدث والذي رفض الإفصاح عن اسمه وجه أصابع الاتهام إلى إيران رسميا الحكومة الإسرائيلية لغاية الآن تلتزم الصمت ولكن هذا المصدر العسكري الإسرائيلي قال بأن إيران هي المعنية بالاعتداء على هذه السفينة لعلمها بأنها مملوكة إلى الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر الذي عمليا نذكر بأنه في عام 2019 كان هناك حادثة مماثلة والتي أيضا تم فيها استهداف ناقلة نفط والتي كانت مملوكة أيضا لرجل أعمال إسرائيلي آخر ذلك في إطار التوتر الذي مزال محموما في أعالي البحار منذ أكثر من ثلاث سنوات وهناك العديد من عمليات الاستهداف وعمليات الإطلاق للنار واستخدام المسيرات إسرائيل تقوم باستهداف داخل إيران بمنشآت نووية هناك الكثير من هذا الحديث الذي بين قوسين هو حديث استخباراتي ولكن لا يوجد هناك مصدر مستقل الذي يمكن له أن يؤكد أو ينفي كل هذه العمليات السرية التي يماضي قدما بين إيران وبين إسرائيل إيران تتهم إسرائيل إسرائيل تتهم إيران ولكن من الصعب لنا أن نتأكد من صدقية هذه المعلومات